السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأفاضل ضريبات الفضليات سنبدأ إن شاء الله في مساق نظم المعلومات الصحية وسنبدأ بالفصل الأول سنتحدث عن مفهوم النظام المكونات الأساسية للنظام مكونات النظام المستشفى كنظام مفتوح وتصنيف الأنظمة الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة كذلك سنتحدث عن دورة حياة البيانات وما الفرق بين البيانات الطبية والمعلومات كذلك ما هي الخصائص الأساسية للمعلومة الجيدة ونختم بمصادر المعلومات على اختلاف أنواعها المفهوم النظام النظام هو مجموعة من العناصر والأجزاء التي بينها علاقة بينها ترابط بينها تنسيق بينها تفاعل هذه العلاقات متداخلة مكملة لبعضها متكاملة وصولا إلى تحقيق هدف في حال وجود تكامل في حال ترابط المعلومات في نظام تنسيق وفي تفاعل سنصل إلى تحقيق الهدف إذا لم تكتمل هذه الدائرة فلن يتم تحقيق أي هدف لأي نظام على اختلاف أنواعها هناك مكونات أساسية للنظام كما أختموها في مساقات عدة المدخلات الانبوت والمعالجة أو العمليات البروسيسنج والاوتبوت اللي هي المخرجات والفيدباك أو التغذية المرتدة أو العكسية أو الراجعة على اختلاف ترجماتها والعلاقات الريليشنشيب وبيئة النظام الأول مكون هو المدخلات هي جميع العناصر والموارد التي تدخل إلى النظام لكي تعالج موضوع معها يعني لو نحكي على العملية التعليمية بدنا نقول في عندنا محاضر في عندنا قاعة في عندنا مادة تعليمية أو دراسية في عندنا أدوات لوجستية مساعدة في تقديم القدمة التعليمية في طلاب وطالبات كل حاجة كل حالة أو كل شيء من هاي الأشياء يعتبر مدخل مختلف عن الثاني تعتبر جميعها حتى نصل إلى مرحة المعالجة وصولا إلى تحقيق الهدف تمام؟ هاي العناصر الموجودة أو الموارد المختلفة لها سمتين أساسيتين أنها غير متجانسة والأمر الثاني أنها تعتبر مخرجات لأنظمة أخرى كيف أنا غير متجانسة؟ يعني عندي طبيب عندي ممرض عندي إداري عندي مهن طبية مساندة وخدمات إدارية مساندة في عندي مستشفى في عندي أدوات تكنولوجية وأجهزة في عندي مرضى هاي كلهم يعتبروا مدخ مكونات للنظام وكل واحد فيهم من جنس مختلف عن الثانية فالعنصر البشري هو جنس مختلف عن المكونات المادية عن المكونات البرمجية عن البيانات عن المعلومات هاي تعتبر كلها أجناس مختلفة عن الثانية من ضمن العناصر والموارد الأمر الثاني في المدخلات أنها مخرجات لأنظمة أخرى الطبيب مثلاً أحد المدخلات لتقديم الخدمة الصحية هو أصلاً مخرج مخرج لإحدى الجامعات اللي دخل عندها بعد ما انتهى من الدراسات الأساسية أو المراحل الأساسية وبدأ يتم بناء هالشخص الموجود حتى سقلت لديه المعلومات والمعارف المتعلقة بممارسة مهنة الطب النقطة الثالية هي المعالجة أو العمليات نقول عنها البروسيسينج هي ما يرى عن عمليات تحويلية تحويل هاي المدخلات إلى مخرجات وفق الرؤية المطلوبة لها عالجة بالعادة بتكون إما من خلال الإنسان أو من خلال استخدام الآلة النقطة الثالثة من المكونات المكون الثالث هي المخرجات وهي عبارة عن نواتج نتجت بسبب العمليات التحويلية بعد استخدام هاي المدخلات بالأصل المرتدة أو العكسية أو الفيدباك هي عبارة عن إتاحة معلومات حول المراحل السابقة الثلاث مدخلات ومعالجة ومخرجات تعتبر هي أداة من أدوات الرقابة للنظام لتقدير ما تم تحقيقه في المراحل السابقة هل تم تحقيق الهدف أو لم يتم تحقيق الهدف هل كان النتيجة على الوجه المطلوب أو لا والمعلومات المرتدة تقسم إلى نوعين النوع الأول معلومات مرتدة تصحيحية أو معلومات مرتدة تطويرية والمقصود في التصحيح أن هناك خلل كان موجود ضمن هالمراحل بالنتيجة اللي احنا وصلنا إلىها ليست على الوجه المطلوب أو الذي نريده فهنا نحتاج أو تكون معلومات تصحيحية من أجل إجراء تصحيحي للخلل الذي ورد بينما تطويري أنه الأليات أو المراحل السابقة أنتجت نواتج إيجابية كما هو مطلوب فحنا حققنا الهدف ولكن نسعى أيضا بعد ذلك إلى التحسين بشكل أكبر المكون الخامس هي العلاقات وهي الوسيلة التي تستخدم لربط الأنظمة الفرعية فيما بينها بيئة النظام هي البيئة الخارجية خارج إطارها النظام المستشفى أو المتجامعة أو أي نظام من الأنظمة اللي موجودة اللي بتأخذ منه مدخلاته وتطرح فيها مخرجاته هاي تعتبر مكونات النظام التمثيل سيكون خلال اللقاء فيما يتعلق بالجانب الصحي على وجه التحديد تصنيف الأنظمة تصنف الأنظمة لأنظمة طبيعية واصطناعية أنظمة مغلقة ومفتوحة وأنظمة محسوسة ومجردة وأنظمة ثابتة ومتغيرة الأنظمة الطبيعية هي المقصود فيها أنه ليس للإنسان أي دور فيها على الإطلاق يعني طلوع الشمس من مشرقة هذا نظام الله سبحانه وتعالى وضعه على هذه الشاكلة تمام؟ النظام الإصطناعي هي المعلومات أو عفوا هي الأنظمة التي تكون من دور صنع الإنسان زي أنظمة الحاسوب، أنظمة المعلومات الإدارية، الأنظمة الإنشائية والعمرانية التي موجودة هي تعتبر من صنع الإنسان الأنظمة المغلقة والأنظمة المفتوحة النظام المغلق هو الذي لا يتفاعل مع البيئة الخارجية لا يأثر فيها ولا يتأثر منها زي الساعة مثلاً الجو كان بارد، كان حامي، كانت ليل، كان نهار هي مبرمجة على 60 ثانية وعلى 60 ثانية دقيقة و60 دقيقة ساعة والساعة 24 ساعة وتعطيني يوم جديد هذا نظام ليس للإنسان أن يتدخل فيه ليس له علاقة بالحالة المزاجية ولا له علاقة بوضع الطقس أو ما إلى ذلك أما النظام المفتوح هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة الخارجية فيأخذ منها مدخلات ويطرح فيها مخرجاته الأنظمة أو النظام المحسوس والنظام المجرد الأنظمة المحسوسة عبارة عن مجموعة من العناصر الطبيعية أو الصناعية المحسوسة أي شيء يتم برمجته داخل الدماغ نشعر فيه، نلمسه، نراه، نسمع به نستطيع أن ندركه بشكل سليس أما الأنظمة المجردة فهي التي ليس للإنسان أن يلمسها وإنما يتم تصورها تصورات عقلية زي نظام المعاملات المحوسبة والجبرية زي نظام استاتيستيكا الأناليسيس أو التحليل الإحصائي أنت بتعطي هذه المعادلة مدخلاتك وهو بالنسبة له بطريقة أنت لا تدرك نتيجتها فقط ولا تدرك العملية التحويلية التي تمت به على وجه الخصوص النظام الثابت هو النظام الذي يعمل ضمن آليات محددة مسبقا بشكل يمكن التنبؤ به يعني الساعة 1159 دقيقة النظام واضح أنه بعد ثانية بعد دقيقة واحدة حصير عند الساعة 12 فهذا نظام ثابت لأنه برمجة خاصة أنا بتوقع إيش اللي موجود فيه بينما النظام المتغير هو الذي يعمل وفق آلية معينة ثابتة نسبيا وبشكل مستمر يصعب التنبؤ به طبعا أخذت في مساق إدارة المستشفيات أن المستشفى والمؤسسات الصحية يعتبر نظام مفتوح فمن مقصود بمكونات المستشفى كنظام مفتوح طبعا سنسقط المثال بتبعنا في مكونات النظام اللي حكيناها قبل شوي فيما يتعلق بالمستشفى ونجيب الأمثلة المباشرة التي يتحقق وجودها في نظام المستشفيات على وجه الخصوص المدخلات أولا هي قلنا العناصر للنظام والمكونات والموارد التي النظام يستطيع من خلالها مباشرة أعمالها لا يمكن أن يتحقق هدف المستشفى أو يستمر في تقديم الخدمة دون هاي المدخلات وبالعادة هي تأخذ من البيئة الخارجية من المدخلات المدخل البشري طبعا المدخل البشري اللي هو الكادر الطبي والكادر الفني المساند والكادر الإداري والخدمات الإدارية المساندة على اختلاف تخصصاتها وأنواعها العنصر الثاني من العنصر البشري هو الإنسان المريض والزبون لا يعقل طبعا أن تكون مستشفى بهالإمكانيات وهالكادر اللي موجود فيها ولكن لا يوجد مدخل أساسي ومهم ألا وهو الزبون أو المريض المدخل الثاني مدخلات مادية وهي بتشمل مدخلات مادية ثابتة زي الأصول زي المباني مثلا أو الأرض ومتغيرة زي الأدوات والمستهلكات الطبية والمستلزمات التي يتم التعامل فيها وتوفرها من أجل تقديم الخدمات الصحية المدخلات الغير مادية مثل أهداف المؤسسة رؤيتها رسالتها يعني نحو رعاية أم وطفل إذن إحنا ضمن المدخلات بتبعتنا سنتعامل أو سنقدم الخدمة الصحية للسيدات في عمر الحمل ولأبنائهن الأطفال مش هينفعجونا مرضى بتوع أمراض مزمنة ولا هينفعجونا ناس مسنين لأن الخدمة بتبعتنا تم تحديدها كمدخل من المدخلات الأساسية مدخلات تكنولوجية مقصود فيها طبعا الأجهزة والأدوات الممكن يتم استخدامها في تقديم الخدمة الصحية وتسهيل التعامل في تقديم الخدمة العنصر الثاني من المكونات اللي هي قلنا لبروسسينج حكينا عنها العمليات أو المعالجة نحن نقول هان عنها كنشاطات في الخدمة الصحية نقول عنها اللي هي النشاطات وهي المرحلة التي يتم فيها تحويل المدخلات إلى مخرجات وبتطلع في نتائج صور مختلفة تستطيع استخدامها وتحقق في النهاية الأهداف العامة للمستشفى زي ما قلنا نحو رعاية صحية آمنة نحو مجتمع صحي وسليم تمام؟ هاي تعتبر من ضمن الرؤى اللي موجودة من الأنشطة نشاطات أساسية للمستشفى وفي نشاطات غير أساسية نشاطات الأشاسية زي اللي هو نشاطات التشخيص والمعالجة للمرضى من النشاطات التشخيصية النشاط أو التشخيص المخبري فحوصات مخبرية على اختلاف أنواعها يتم تقديمها من أجل التعرف على المشكلة الصحية الموجودة عند المريض نشاطات تخطيطية زي تخطيط الدماغي أو تخطيط القلب نشاطات أو تشخيص سريري زي الفحص الجسماني اللي بياخده المريض من خلال Physical Examination أو الفحص الجسماني بمكوناته الأربعة وفيه تشخيص نفسي من النشاطات أن العلاجية ممكن تكون على اختلاف أنواعها العلاج بالعقاقير سواء حبوب أو حقن أو ما إلى ذلك العلاج بالإشعاع العلاج الجراحي العلاج الطبيعي هاي تعتبر من ضمن النشاطات التقدم الأساسية التقدم بالمستشفيات من النشاطات المساعدة في المستشفى بالتأكيد مدال فيه عندي موظفين إذن فيه عندي نشاطات للأقسام الإدارية حص الموظفين ومتابعة أمورهم الوظيفية وإجازاتهم والوضع المالي بتباحهم وتسوية أمورهم نشاطات خدمات التمريض كنشاطات مساندة نشاطات خدمات عامة موجودة بالمستشفى زي التنظيف والمغسلة والصيانة والتعقيم نشاطات خدمات مرضة زي اللي هم السجلات الطبية والحصر الدخول والخروج وما إلى ذلك ومن النشاطات الأخرى أيضا نشاطات تعليمية بالتأكيد في بيئة العمل المستشفى موجود في نظام اللي هو التعليم والتعليم المستمر والتدريب وكل خريجينا في السكرتاريا وفي الإدارة الصحية السكرتاريا الطبية الأطباء الخريجيين الممرضين أخصائي العلاج الطبيعي والوظيفي والتحليل الطبية والأشعة كل هذا بدي يكون بدي يتدرب في المستشفى ويتعلم وهذا تعتبر من ضمن الأنشطة الغير أساسية للمستشفى المخرجات للمستشفى كنظام مفتوح مخرجات تتعلق بحالة المريض يعني كأني أنه المريض تحسن أو توفى أو صار عنده إعاقة هذه تعتبر من ضمن المخرجات المتعلقة بالمرض مخرجات متعلقة بجودة الخدمة الصحية بالتأكيد أنه نجاح التشخيص ونجاح العلاج حتأثر على الوضع العام للمستشفى بانخفاض معدلات الوفيات انخفاض معدلات المراضة انخفاض معدلات الإعاقات اللي موجودة أو الزيادة على العكس من المخرجات أيضا اللي هي اكتساب الخبرات لدى العاملين في المجال العنصر الرابع من المكونات اللي هي التغذية الراجعة زي ما حكينا سابقا أنه هي من ضمنها تعتبر أداما أدوات الرقابة تفيد الإدارة أنه نحن نتعرف على وين احنا وصلنا حققنا الهدف حتى نثني ونكمل عليه أو أنه كان في عنا كبوات وفي عنا جوانب سلبية من أجل التعرف على المشكلات اللي موجودة ويتم تجاوزها لاحقا بتعطيني إمكانية اللي هو يعني تساعد في اتخاذ القرار المناسب طريقة المعالجة كانت معالجة صحيحة أو كان فيها إخفاق يتم اللي هو تدارك الأمر التعامل معه مقول أنه تكمن أهمية التغذية الراجعة في عدة نقاط معرفة مدى تقدم سير العمل وهذا كأداما أدوات الرقابة توضيح المشكلات والصعوبات والعمل على تجاوز هذه المشكلات وحلها تحديد مدى رضا المجتمع وأصحاب المصلحة من تلقى الخدمات للخدمة الصحية مدى ملائمة النظام مع الأنظمة الأخرى لما نقارن حالنا بمستشفيات تانية لما نقارن نظامنا الصحي مع أنظمة أخرى في دول محيطة بتعيش بنفس المستوى ونفس الإمكانيات تمكين الإدارة من تصحيح الأخطاء والإحرافات اللي ممكن تحدث خلال العمليات الثلاث الأولى مدخلات ومعالجة ومخرجات خامسا طبعا من ضمن المكونات اللي هي البيئة وهي قلنا جزء لا يتجزأ من الواقع اللي بتعيش وبتاخد منها مدخلات وبناخد منها الأطباء والتمريض والأجهزة التكنولوجية وبناخد منها معداتنا والأدوات اللوجستية وما إلى ذلك والخدمات الأخرى وبنطرح فيها اللي هو زي ما حكينا مجتمع تحسن مجتمع تعافى مجتمع صار فيه إعاقات صار فيه إصابات أي إن كان بتطرح فيها المخرجات التبعاتنا والفرق ما بين البيانات والمعلومات والمعرفة البيانات هي عبارة عن حقائق إشي دقيق واقعي مفيش فيه أي مشكلة ولكنها بتكون مواد خام شو يعني مواد خام؟ يعني لما أجي أدرى هالرقم اللي موجود أو هالعبارة الموجودة مش هتفيدني فهي عبارة عن أرقام عبارة عن صور عبارة عن أصوات عبارة عن رسومات عبارة عن رموز عبارة عن إشارات ولكنها لا تعطيني فكرة عامة يعني لما أجي أنا مثلا أجيس الهيموغلوبين فحص الدم لطالب من هالطلاب في شعبة X تمام؟ لقيت الدم اللي عنده تسعة ونص تسعة ونص إش فادني؟ أعطاني حقيقة فيما يتعلق بهذا الشخص لكن لا أستطيع أن أحكم على كافة هالمجتمع اللي هم فئة الشباب اللي هم الطلاب اللي موجودين في شعبة X إنه عندهم أنيم ولا ما عندهم مش أنيم فهذا يعتبر بيان إدخالوا على برنامج تحليل أو التحليل اليدوي هاخد مجموع العينات اللي تم أخذها لمجموع الطلاب اللي موجودين عندنا وبنيجي بندخل على برنامج أو بنعملهم تحليل اليدوي واحد لقنا عشرة واحد 11.5 واحد 15 واحد 16 بنعمل حاجة اسمها المين أو المعدل المعدل عبارة عن جمع سميشنوب إكس على أن يعني جمع للقيام اللي موجودة على عدد هاي القيم ونفترض أنه طلع عنا أن كان 9.7 جرامبر دي سليتر يعني الدم كان 9.7 هاي دي صارت عندي معلوم أنه معدل الدم الهيموغلوبين عند الشباب في شعبة كذا معدلهم 9.7 شو المعرفة؟ معرفة يعني حصيلة امتزاج للمعلومات والخبرات اللي تم يعني جمعها وإدراكها وبتعطيني مقدرة على الحكم فبقول 9.7 هل هو أنيميك؟ يعني عنده أنيميا هل هو معدل الدم كويس؟ عساس أنا بناء عليه بدي أنا يكون فيه عندي إجراء فبتقولنا والله 9.7 بناء على المعارف السابقة والليترات شارز الدراسات السابقة بتقول أنه يعتبر أنيميك يعني إيش؟ يعني عنده فقر دم ويحتاج إلى تدخل هذا الفرق ما بين المعرفة ما بين البيانات والمعلومة كتفصيل أكثر البيانات هي عبارة عن حقائق خام ممكن تكون أرقام وصور أو أصوات أو رموز تعتبر إحدى مدخلات اللي هو النظام هي عبارة زي ما قلنا قبل شوي عبارة عن نواد خام لا أستطيع أن أبني عليها وأتخذ فيها قرار هي تعتبر دقيقة عفوا تعتبر أعم وأشمل من المعلومة البيانات أعم وأشمل من المعلومة ولكن المعلومة لأنه بتدخل على برنامج تحليلي وبتعطيني إفادات تعتبر أدق وأوضح وأدل تمام؟ طيب ما هي دورة حياة البيانات؟ دورة حياة البيانات أربع مراحل الأولى بهور البيانات الثانية تسجيل هاي البيانات المرحلة الثالثة هي معالجة البيانات والرابعة إعداد التقارير ظهور البيانات أول حالة تم تسجيلها من حالات كورونا تعتبر ظهوره إشي ما كان موجود عندنا أو إشي صار ملفت للنظر أو إشي صار عندنا جديد الأصل إنه هاي حتى لا تتفلت مننا المعلومة أن يتم تسجيلها المرحلة الثانية هي تسجيلها وحتى موجود عندكم بالكتاب مش مسجلة في الترجمة وتبعتها data record أو report أو كذا أو documentation سوري مسجلة data capturing capture يعني التقاط والمقصد إنه هاي المعلومة بتتفلت أو البيانات بتتفلت اللي يتم تسجيلها فظهرت عندي معلومة جديدة أو بيانات جديدة أو حقائق جديدة اللي أصل إنه أصل إلى المرحلة الثانية هي مرحلة تسجيل البيانات لأنه بننسى شوف الطبيب لما بيبدأ مداوم في مستشفى الأطفال على سبيل المثال وفي عنده نموذج من نماذج رصد الأمراض المعدية مش حيقدر في آخر النهار إنه والله أنا شفت 15 حالة منهم 3 حالات هيك ومنهم 20 هيك ومنهم 20 هيك ومنهم 20 هيك لا هو المفروض إنه في عنده نموذج يتم بمجرد ظهور الحالة يعني عندي حالة إسهال مدمم على السريع بنحط علامة إنه صار في عندي حالة مرت عليه حالة حمى شوكية على السريع المفروض فهنا المقصود هناك ظهور المرحلة الثانية هي عملية التسجيل وفق ما يتم اللي هو رصده أول بأول المرحلة الثالثة من مراحل المعلومات وهذه قيمة كبيرة جدا لا تقل عن سابقاتها اللي هي معالجة البيانات عشان نفهم إيش فيه بين إيدينا إحنا وضعنا كويس أنا جبت مثال إنه إحنا بنحكي على رصد الأمراض المعدية إحنا التسجيل بده بعد هيك معالج عملية اللي هو التصنيف والفهرسة وعمل عمليات إحصائية وحسابية عشان تعطيني صورة واقعية وحقيقية عن طبيعة ما يتم تسجيله عشان هيك بتلاقي في التحليل في معالجة البيانات بيعمل رسومات بيانية رسومات البيانية بتعطيني إشارات معينة لجداول بتعطيني مسألة لمنحنيات ومجرد الاطلاع على المنحنة بيعطيني إفادة إنه إحنا معدلنا كويس مقارنة بالفترات السابقة أو إنه إحنا صار في عنا زيادة أو الفترات في عنا اللي هو نقصان هذا يعتبر معالجة البيانات إعداد التقارير طبعا بالعادة تختلف من حسب الحالة يعني لو بدي أجي أحكي على فيروس كورونا اللي بنحكي فيه عنه اليوم ما بيزبط أعمال تقرير كل أسبوع ولا كل شهر أنا عمال فيكم المتابعين لموقع وزارة الصحة لرصد الفيروس كورونا دوت بيأس عمال بحدث كل ما صار فيه عندي جديد كل نص ساعة بتلاقي فيه ايش فيه تحدثات جديدة وحيانا بتصبرش بنص ساعة بيصير مباشرة تعديل لأنه صار فيه عندي مستجدات فهنا تعتبر من ضمن إعدادات اللي هو التقارير ممكن يكون تقرير أسبوعي ممكن يكون شهري ممكن يكون تقرير يومي في حالات الطوارئ ممكن يكون تقرير ربع سنوي أو نصف سنوي أو تقرير سنوي هاي تعتبر اللي هي دورة حياة البيانات في حاجة اسمها البيانات الطبية البيانات الطبية مريض دخل عندي بالمستشفى استخدمنا كل أنواع التشخيصات اللي موجودة معاه عملنا له فاحس سريري وعملنا له تشخيص مخبري وعملنا له تشخيص إشعاعي تمام والدكتور أخذ منه التاريخ المرضي هاي كلها عبارة عن بيانات متعلقة بشخص واحد بنجمحها مع بعض وبتتسجل بهالملف ابتبع المريض ما بنفعش ما تتسجلش عشان هيك مهم ظهرت عندي بيانات معينة وحقائق معينة يجب أن يتم اللي هو تسجيل هاي البيانات زي ما حكينا تعتبر خاصة بمريض محدد بيانات طبية أخذت من خلال اللقاء ما بين الطبيب وما بين المريض المريض حكى إيش في عنده مشاكل الدكتور أخذ منه أو سأله عن اللي هو التاريخ المرضي انعمل له فحص جسماني انعمل له الفيتال فائز أو علامات الحيوية كلها هاي بتعطيني نواتج الدكتور حب يستزيد قال من أنعمله فحص مخبري وطلعت النتائج تم تسجيلها عمل له صورة أشعة وتم تسجيلها عمل له صورة تلفزيون هاي كلها تعتبر بيانات طبية بينما المعلومات الطبية هاي نفسها نفسها البيانات اللي تم أخذها فيما يتعلق بالحالة المرضية تم ترجمتها إلى معلومة كيف يعني صارت معلومة انه والله عسبيل المثال مريض دخل بأعراض اتفاع درجة حرارة وفي عنده تشنج وفي عنده قيء وعمل له الدكتور فحص CBC لقى كورات الدم البيضاء عالية رأى عمل له فحص البزل عينة من الظهر لقى عنده اللي هو خلايا بتدل على أنه في حمى شوكية فصار عندي معلومة انه هاي المريض في عنده إيش حالة حمى شوكية طيب خلصنا بالنسبة للمريض بالنسبة للطبيب بالنسبة للمريض نفسه صاري بيعرف شو المشكلة الموجودة صحيا فهذا صار عنده معلومة انه هذا الولد او ابني او كذا انه في عنده حمى شوكية كمان بفيدني للنظام الصحي لما أنا بأخذ هالمعلومات الصحية وبأنا بجمعها بدخلي على برنامج معين بتعطيني معدلات الانتشار وشو الوضع اللي موجود تمام شو أهمية المعلومات بشكل عام المعلومات مورد أساسي في أي نشاط من الأنشطة البشرية ما بتقدرش تشتغل بدون ما يكون في عندي المعلومات بتساعدني في اتخاذ القرار المبني على البرهان والصحيح لأنه في شو خلانا ناخد قرار معين عسبي للمثال شو ايش خل الحكومة اليوم تقول والله احنا مضطرين انه نقلق المدارس ونقلق الصلاة ونعمل مباعدة اجتماعية ليش لأنه صار في عندي دخول لحالات او مرضية بتحملها الفيروس بتدخل عندي من بوابة اللي هو بيت حنون او دخلت عندي من بوابة بيت حنون من رفح فصار في عندي حالة بناء على المعلومة اللي موجودة ساعدت في اتخاذ القرار ولا كان انت علي اساس بتخليني امنع اني اشارك في عزة او اني امنع اني اشارك الناس افراحها او اطراحها او اني اغلق المساجد اغلق المساجد المدارس والجامعات بناء على معلومة ساعدتني في اتخاذ القرار المعلومات ينبوع لا ينظر يعني كل يوم بتزيد كل يوم بتزيد وقت ايش انا بدي اصل الها بلاقيها موجودة زي ما حكينا بتساعدنا في التعامل واتخاذ القرار المعلومات مورد استثماري يمكن توفيره وتخزينه والاستفادة منه يعني لو جينا نحكي على الكنسر ريجستري اللي هي السجلات السرطار الموجودة في وزارة الصحة هذا مورد يعني لو بدي اجي اقارن انا شو كانت انواع السرطانات اللي موجودة عندي شو معدل قديش كانت الاعداد ابتبعتها والنسبة ابتبعتها شو انواعها شو كان مآلاتها لا ايش وصلت شو كنا بنستخدم بروتوكولات علاجية موجودة سابقا طيب قديش كان عندي نسبة الشفاء قديش كان في عندي نسبة وفاة شو عوامل الخطر هذا عبارة عن بنك من البنوك المعلومات هذا خلينا احكي اقارن في الالفين مع الالفين وعشرين اشوف حالي بعد عشرين سنة من خلال اللي هو المعلومات اللي موجودة في البنك اللي موجودة عشان قلنا مورد استثماري بتساعدني في اتخاذ القرار بناء عليه الحكومة بتقول والله احنا او وزارة الصحة بدنا ندخل تطعيم الروتا بتبع الاسهال عند الارفال بناء عليه بناء على انه في عندي معدلات انتشار من حالات الاسهال وحالات الاسهال اللي موجودة هدي بتكلفني كتير وبتنامي عندي بالمستشفيات غير انها بتأثر على وضع الصحة لأفراد المجتمع غير انها ممكن تكون سبب من أسباب الوفيات المبكرة والإعاقات والمراضة وما إلى ذلك اذا احنا بدنا قرار القنار بيكون مبني على المعلومة الموجودة عشان يقلوا لا احنا لو جينا نحسبها غير اني انا بدي يعني اقول انه بدي احسن وضع المجتمع تعالتا نحسبها انه قدش بتكلف من وراء انا اوفر التطعيم واحافظ على صحة المجتمع المعلومات تحتل ركن هام في البناء الاداري لانها تعتبر اداة من ادوات الربط ووسيلة اتصال بين اجزاء النظام بالتأكيد انه وسيلة من وسيل التخاطب اللي هي ما بين افراد النظام ومكوناته الفرعية من خلال وجود المعلومة طيب خصائص المعلومات الجيدة في عنا تقريبا عشر او 11 خاصية من خصائص المعلومات الجيدة اول حاجة التايم او التوقيت انه هاي المعلومة او هاي البيانات والحقائق توصلني في وقت يعني لو جيدنا نجيب مثال الوباء الوباء كان في عندي حالات تمام عصابين المثال وباء الحمى الشوكية في الالفين وثمانية كان في عنا زيادة يعني غير طبيعية وغير متوقعة في حالات الحمى الشوكية لما صار معالج الى البيانات في اولها كل يوم صرنا بنرصد هالحالات لقينا عنا في زيادة الزيادة وصلت انه صارت ضبل يعني صارت ضعف العدد اللي موجود بعدين تريبل يعني صارت اقتلت اضعاف عندي قبل اذا احنا ما اتدخلناش مع بداية الزيادة هنلاقي حالنا صار في عنا انفجار يعني صار في عنا وباء في عدد الحالات بشكل كبير التدخل لما يصير عندي عدد كبير وباء مش زي لما يجي اتدخل انا في بداية تسجيل الحالات التكلفة في المحلتين بتكون مختلفة طبعا بتكون باهضة جدا لو صار عندي وباء وانتشار كبير لعدل الحالات وعلى العكس بتكون في الحالة الثانية اتنين تكون دقيقة واكوريت دقيقة وخالية من الخطأ اي درجة خلو المعلومات من الاخطاء سواء كانت لغوية او كانت رقمية بذكر قبل سنوات كان في طالبة مجتهدة هيك وعملت بحث تخرج وقالت انه والله انه 70% من السيدات في عمر الحمل عنده الالتهاب الكبد الباقي وهاي طبعا كانت اشي مش بسيط ونزل طبعا على اعتقد على دورني الوطن على انتو قرأت الخبر هذا طبعا انا متأكد 100% بحكم شغلنا السابق انه ما فيش عنا اعداد بالصورة هذي يمكن بنحكي على 1.5% في اسوأ احوالها بنحكيش على 70% فهذه كانت معلومة خاطئة او بعيدة عن اللي هي الصحة طبعا تم مراجعة الامر والاعتبار من الناس اللي نزلت واللي اشرفت على هالرسالة واللي نزلت الخبر بالاصل تلاتة امكانية التعبير الكمي quantifiable دايما اجندة المسؤول دايما اجندة ملانة وفولفلد اجندة منقول يعني دايما اللي هي ايش مشغولة فكويس والناس كمان بشكل عام بتحب اشتقر كثير بتحب تاخد خلاصات فإحنا دايما التعبير الكمي اقدر على اللي هو الوصول وبناء المعرفة والخبرة عن الامر هذا يعني احنا ما اجيش اقول والله في عندي حالة تقريبا في المنطقة الشمالية سجلناها حمى شوكية وفي عندنا كمان 8 حالات في غزة وفي 15 حال لا قل لي والله معدل الحالات كذا عندي كان في مثلا الزيادة نسبة 10% عن ذي قبل في عندي مثلا الحمى الشوكية او حالات اللي انتهاب السحاية او انتهاب الكبد 3% ما بين اللي هو عموم المجتمع و3% ما بين اللي هم من فيروس السي هاي بتعطيني رقم تعبير كمي اقدر على الفهم والوضوح اذا كان بهذا الحال امكانية التحقق يعني شو يعني يعني الى اي درجة احنا بنتفق عليها يعني لو انا قرأتها المعلومة او هذا المعلومة اللي موجودة وقرأها اللي بأوروبا واللي بأمريكا واللي في السنغال واللي في مصر واللي في ريف ادلب قروها الكل بيفهمها على نفس النحو بتكون ايش امكانية بنسميها امكانية التحقق كلها هيتنا متفقين على الفهم الواحد للمعلومة اللي موجودة خمسة من ضمن الخصائص الموضوعية وتشير الموضوعية انه بتعطيني جزء من المعلومة عشان هواء معين يعني خالية من التحيز بتعطيني المعلومة بكاملها برمتها عشان انا ما يكونش الحكم في اتخاذ قرار من هواء او من زاوية معين وهذه العلاقة طبعا بدهاء ومكر اكثر من الموضوعية امكانية الحصول عليها يعني بنقول عنها اكسيسابل اكسيسابل اللي هي سهلة الحصول الى اي درجة ممكن اقدر احصل على المعلومة بسهولة وبسرعة قديش انا ممكن ان تطورنا برنامج محوسب معلوماتي وبدأني نشتغل عليه هذا المفروض انه يكون اداء من ادوات المساعدة مش اداء من ادوات قديش انا ممكن بشكل سريع اقدر احصل اللي انا بديها الخاصية السابعة هي الشمولية ايو اي انه الى اي درجة تتصف المعلومات بالكمال والتمام وتغطي كافة جوانب الموضوع اللي بصددوا وصلت هاي المعلومات ابروبريتنس يعني الملاءمة اي الى اي مدى ترتبط المعلومات باللي بديها يعني المفروض انه في عندي عدة اقسام بالمستشفيات في منها طبي في منها مساند طبي مساند وفي عنا ادارة وفي خدمات مساندة يعني لما بيعمل التقرير المفروض انه بيصل للجهات المختصة بش كل واحد بيشتغل فيه تسم السكرتاريا والسجل الطبي والادارة الصحية وبتاع الخدمات والصيانة والتعقيم والتمريض والاطباء والتخصصات التانية والعلاجة كل واحد بيصر نفسا نسخة من التقرير لانه في شغلات الها علاقة بطبيعة خدمة معين عسبين مثل تقرير الصيانة انا اجدخل فيك تمريض اعرف انت ايش اشتغلت عشان هيك بدي اعطي انا اللي اله علاقة في تقديم الخدمة معين يصل هو التقرير اللي بيتماشى مع طبيعة الخدمة ابتبعت لانه حتلاقي كم كبير من اللي هو المعلومات والتقارير وفي النهاية مجداد جدوى يعجد وعفا الخاصية التاسعة هي الوضوح انه خالي من اي نوع من الغموض ويفهم بشكل سريع الشكل المقصود في الشكل هنا يعني ان انا اعمل غير اني قلت اعمل تعبير كمي بدي اعمل تعبير شكلي او بالصور يعني اعمل منحنيات واعمل بار شارت باي شارت يعني زي الفطيرة هاد بيعطيني رسم بياني وتوضيح لتوزيع الحالات او المعلومات هذا بيكون يعني يكون الشكل مناسب التكرار والمقصود في التكرار هنا انه نستخدم المعلومات النشطة اللي بتلزمنا والراكدة ما بتلزمناش ما فيش داحية انا اضلي اكرر فيها زي ما قلنا مرة ع مرة حيصير ملل في التعامل مع هاي المعلومات طيب مصادر المعلومات مصادر عنا مصادر رسمية وفي عندي مصادر غير رسمية معروف انه المصدر الرسمي لما بيجي بطلع لي تصريح بالتلفزيون فلسطين انا بقول هذا مصدر رسمي لانه هذا يمثل الحكومة الفلسطينية لما بلاقي قرار نزل في جريدة الوقائع نازل عن صادر عن التشريع وعن الحكومة هذا يقر فيه لانه هاي الجريدة اشمالها رسمية لكن لما اجي اقول والله انها ليست المخولة بحمل القرار الرسمي لم اجي خالد ابو علي يقول والله احنا بكرة عنا اجازة اي كان محدش هياخد فيها لكن لما بيجي قرار من الحكومة من مجلس الوزراء ومروس ومدون وموقع بيصير اعتماد لهذه الاجازة بناء على القرار اللي موجود اذا المصادر الرسمية هي التي تصدر عن جهات رسمية سواء طبعا حكومية سواء مطبوعات حكومية او تشريع او قوانين او انظمة او لوائح طبعا والكل يلزم فيها وفق ما ورد في المصدر مصادر الغير رسمية هي يعني بنعمل مؤتمرات مثلا علمية بتنعمل جلسات عصف ذهني بتنعمل محاضرات بنعمل لقاءات هاي كلها غير رسمية لكن بنأخذ منها اللي هو معلومات ولكن هاي شمالها بتكون غير رسمية وقتش بصير رسمية اذا تبلورت مع بعض هذي وارتفعت للجهات الرسمية واقروا فيها واعتمدوها تعتبر مصادر رسمية فيه تصنيف تاني للمعلومات مصادر اولية ومصادر ثانوية ومصادر من انتاج فكري مصادر اولية زي لما اجي انا على سبيل المثال اجي اعمل بحث علمي وانزله في مجلة هاي المجلة محكمة دوليا وتم التوافق عليها انا عملته تعتبر اول انه انا اللي عملته ما اخدتهش عن واحد مصادر الثانوية انه هي عبارة عن ابحاث ان عملت قبل هيك وتم تجميحها مع بعض في حاجة بسموها systematic review من ضمن الابحاث وفي حاجة اسمها meta analysis systematic review يعني زي مراجعة ممنهجة او خليش ده اقول يعني منظمة بتتم مراجعة مجموعة من الابحاث فيه ونقطة انا بدي ادرس عليها تمام وبتم تجميع كل اللي اتفقوا معي واللي اتفقوا مع بعض واختلفوا مع بعض وبطلع النتيجة بتكون هاي انتاج ثانوي لانو انا اخدت بناء على ابحاث انحكت والله فلان قال كذا وكذا وفلان كان الو رأي مش انا اللي طلعتش معاي النتيجة بشكل مباشر المصدر الثالث هو مصادر من الدرجة الثالثة بسموها اللي ادلة الانتاج الفكري يعني فيه عندي معضو عالق مثلا وبيدي شوية عقول نقدر نصل فيها الى معرفة معاي بسموها زي اللي برينستورمينج او جلسات العاصف الدهني انو احنا بنجمع ناس من هالخبراء من هالعلماء اللي عندهم معارف وبنجمع مع بعض المعلومة وبنطلع بنتيجة نتوافق عليها بشكل جماعي فيه تصنيف طبعا لعلماء الادارة قال حسب مصدر المعلومات قال معلومات داخلية ومعلومات خارجية معلومات داخلية بتخص المؤسسة من الداخل فيها نوعين فيها نوع يعتمد على القرارات والتعميمات اللي موجودة من الادارة او ممكن تكون معتمدة على اسلوب الملاحظة لسلوكيات الموظفين والتعامل معها والتفاعلات هاي تعتبر مصدر داخل المؤسسة مصادر من الخارج المؤسسة زي لما بتجيني تعميمات خارجية او تجيني توجيهات او تجيني اشعارات معينة زي مثلا الضوابط اللي بتحطها الحكومة لترخيص مستشفى لترخيص قسم لمنح اجازة لشهادة معينة هاي كلها تعتبر لها مجموعة ضوابط وقوانين بتحكمنا بتعتبر من خارج المؤسسة تي تقسيم شكلي للمعلومات مصادر ما قبل ورقية وفي مصادر ورقية وفي ما بعد الورقية مصادر طبعا قبل الورقية قبل ما يتم اللي هو وجود هالمصانع والتعاون مع الأوراق اللي موجودة كانوا بيكتبوا على الخشب كانوا بيكتبوا على الجلود كانوا بيكتبوا على الأحجار والجدران مصادر ورقية معروفة زي أي شيء من المطبوعات الكتب والمجلات والرسائل اللي يتم تدوين فيها كل المعلومات أما المصادر الورقية المابعد الورقية هي كل المصادر سواء كانت سمعية أو بصرية أو خرايط موجودة أو أفلام تعتبر تستخدم أو توظف فيها التكنولوجيا والعلم والحوسبة في إيصال هاي المعلومات عبارة عن تسجيل مصور لمقاطع صغيرة جدا بصور معينة من أجل اللي هو حفظها مستقبلي مصادر ممكن تكون أو أدوات اللي هو حفظ زي CD-ROM والDVD أو ممكن تكون زي الإنترنت الشبكة العنكبوتية اللي موجودة هاي تعتبر من ضمن اللي هي مصادر ما بعد الورقية هيك بنكون أنهينا الفصل الأول في المساق نظم المعلومات الصحية أسأل الله لكم التوفيق والسداد دوما والسلام عليكم تصل المعلومة كما